ثلاثة ام اثنان ام واحد هو عدد قتل الهجوم المسلح في محافظة اربيل الذي استهدف دبلماسيين اتراكا في احد مطاعم المحافظة ضبابية تخيم على الحادثة وتضارب انباء حول تفاصيلها وكالة رويتاز نقلت عن مسؤولين امنيين من كردسان العراق ان ما لا يقل عن ثلاثة دبلماسيين اتراك قتلوا في اطلاق نار بمدينة اربيل بينما ذكر التلفزيون الحكومي في بغداد ان نائب القنصل التركي وثلاثة من مرافقيه قتلوا في الحادثة الخارجية التركية المعنية بالقضية اكدت ان موظفا واحدا فقط قتل في الهجوم ووصفت الحادثة بانه ارهابي وادانته باشد العبارات مصادر اخرى روت الحادثة على انها عرضية نتجت عن شجار عام داخل احد مطاعم اربيل قام على اثره احد المشاركين في الشجار باطلاق النار عشوائيا ما ادى الى مصرع ثلاثة اشخاص وجرح عدد اخر بينهم دبلماسيون اتراك شرطة كردستان قالت ان عناصرها طوقوا مكان الحادثة واستنفروا لملاحقة المتورطين بها وفتح المعنيون الامنيون تحقيقا في تفاصيلها من المسؤول عن الحادثة؟ لم تعلن اي جهة مسؤوليتها والمتهم الاقرب بها منظمة حزب العمال الكردستان بككا نفت علاقتها بالهجوم رغم ان المعطيات تدل على انها اقرب المشار اليهم باصابع الاتهام خصوصا بعد ثبوت مقتل دبلماسي تركي في الاقل بهذا الهجوم ثم ان الحادثة تأتي تزامنا مع شن الجيش التركي عملية عسكرية باسم المخلب على مخابئ واوكار منظمة بككا شمال العراق واسفرت حتى الان عن مقتل واصابة العشرات من المنظمة بينهم قادة كبار اضافة الى تدمير مخازن اسلحة لها ومهما يكون من معطيات لهذا الهجوم فان له ابعاد سياسية في العلاقة بين تركيا وكردستان العراق وربما بين انقرة وحكومة بغداد اشتركوا في القناة